دكتور مصطفى ذكر أمام مجلس الوزراء لقاءه على هامش مؤتمر روما مع السيدة جورجية ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا واللي شاهد إعرابي الجانبين عن التطلع لدفع التعاون الصينائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية ولا سيما أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي أيضا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مبوري شايف شهد توقيع مذاكر التفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره البيتنامي بعضور نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام والوفد المرافق لي وقع الاتفاقية عن الجانب المصري السيد رامي أبو الناجا نائب محافظة البنك ومن الجانب البيتنامي السيد فامتنها نائب محافظة البنك المركزي البيتنامي طبعا حضرتكو عارفين أنه فيه زيارة للوفد البيتنامي رفيع المستوع برئاسة نائب رئيس الوزراء البيتنامي لمصر وإن هذه الزيارة بتشهد عديد من الأنشطة وعديد من التفاعلات فيما يخص التعاون بين البلدين طبعا فيتنام حضرتكو أكيد تعرفوا أن احنا نتكلم على دولة صعدت من القاع من أبنى القاع دولة محتلة شافت حرب هائلة باحتلال أمريكي استمر كثيرا وقبل احتلال فرنساوي ونهضت فيتنام سنة 1475 لتستقل أخيرا ثم بدأت رحلة الصعود إلى الأمام إلى الاقتصاد المفتوح إلى العمل المتواصل وهي واحدة نرضة من دول أسيا يعني الصعيدة اللي هي هي بتساهم ساهمة كبيرة في الاقتصاد الأسياء وفي الاقتصاد العالمي ولازال أمامها طريق طويل وبالتالي التعاون معها أيضا شيء الحقيقة مهم جدا لنا دول نامية بل بالعكس كانت أقل من نامية وصعدت بأساليب كتيرة مهم إحنا في مصر إن إحنا نستفيد ونهتم بهذه التجارة الخبرين الأخيرين يخصوا وزارة الخارجية المصرية الحقيقة هي مشكورة